موسيقى 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 السلام عليكم في هذا الفيديو سنحن نعمل مراجعة كاملة للموسم السادس من مسلسل بيكي بلايندرز وقبل ما نبدأ وإذا أنت لأول مرة تشوفني تركي على هذا الفيديو أول شيء واشترك تحت في القناة إذا لم تشترك وأكيد إذا أنت لم تفهم شيء معين بالأحداث أو يريدك تشوف الأحداث من منظور تفصيلي فصفصة مثل ما بيقولوا فتلاقي قائمة تشغيل عندي بالقناة باسم بيكي بلايندرز بحيث أن تدخل عليها فصفصة الموسم السادس فصفصة حلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخمسة والسادس ساع من عليهم مناقشات وكمان في حلقات جانبية فأي شيء متعلق بالأحداث بتلاقي في هديك القائمة وهلأ رح نحكي عن الإيجابيات والسلبيات اللي كانت موجودة بهذا الموسم خلينا نبلج قوة شيء في الإيجابيات الإيجابي الأولى من وجهة نظري الشخصية هي السينماتوغرافي اللي كان موجود بهذا الموسم يلي استحق التسفيق يلي فعلا كان عظيم في كتير فريمات يا جماعة بتطلع هيك بتحس أنت هذا الشيء من أجمل الأشياء اللي ممكن أنت تشوفها في عالم المسلسلات عظيم سينماتوغرافي مو طبيعي وبالذات في الحلقة الثانية أو الثالثة تقريبا كانت إيدا رايحة عند ديانا فدية كانت وقفة على الشباك وبيدخل في حدا بيشتغل عنده في البيت فبيدخل من الباب الفريم اللي كان أنه ديانا وقفة على الشباك بجنبها فيه مري هي المري عكس الباب يلي بدخل منه الزلمة وبيصير الحوار عن طريق أنه ديانا وقفة هون وهذا الفريم نفسه هون في حوار كان موجود بهذا الفريم أنه الزلمة اللي دخل حكا معها عن طريق المري يا جماعة فريم عظيم وكما في عنا الحل الأخيرة وقت اللي تومس فجر البيت تابعه مشهد كله مع الموسيقى اللي كانت وهي كمان نقطة كتير مهمة هي موضوع الموسيقى يلي كمان كانت دائما تساعد السينماتوغرافي أوكي انت في عندك صورة حلوة ولكن دائما كانت تندعم بساوند تراك فظيع موسيقى تصويرية رهيبة بشكل عام الناحية الانتاجية من هدول النقطين بالذات إضافة للإخراج شيء صراحة يستحق التسفيق وعظيم وأنا بعتبره من أفضل الأشياء اللي طلعت في عالم المسلسلات الإيجابية الثانية اللي كانت موجودة في هذا الموسم واللي في قسم منه شق منه خلينا نقول تعتبر سلبية ورئيسة إيجابية ولكن نحن نحكي على الناحية الإيجابية حاليا من الروحة السلبية بعد شوي وهي تدارك عدم وجود شخصية بولي في المسلسل نحن نعرف تماما قيمة شخصية بولي في مسلسل بيكي بلاندرز نعرف القيمة اللي بتضيف على هذا العمل فوق أنت تقول انه فجأة ومن دون ما يكون فيه سيناريو مكتوب للشخصية أنه هي تنتهي وبذلك بسبب أن هي ماتت في الحقيقة فمي موجودة في السيزن يلي من المفترضية تكون موجودة فيه فهون انت في عندك مشكلة شخصية أساسية رئيسية تعتبر انت شلون بدك تستغني عنها وحتى لو استغنيت عنها شلون رح تدارك الموقف فهون حسنا انه اوكي على انه أول ما يبدأ قبل ما يبلش الموسم نحن فكرنا انه شلون رح يمشي الموسم من دون بولي ولكن اتوقع الحوارات المميزة السيناريو دوكرافي اللي حكينا عليه القصة بحد ذاته والحماس اللي كان بالحلقة الأولى وبالحلقة الأخيرة خلانا إلى حد ما ننسى شخصية بولي أو ننسى الأهمية الكتير كبيرة اللي كانت تتحطها عوضنا شخصية بولي في عدة أشياء تانية ولكن في لهذا الموضوع كمان شق تاني سلبي خلينا نقول أثر على القصة رح نحكي عليه في السلبيات الإيجابية الثالثية اللي بالعادة بيكي بلانداز بتكون موجودة فيها ولحد الآن موجودة هي الحوارات المميزة اللي بتشوفها انت في بيكي بلاندرز وبالذات من حديث تومس مع عدة شخصيات مع موزدي مع جاك مع أي حدث بوقت اللي تومس بحكي وحتى الأحاديث الجانبية بين الشخصيات الجانبية في عندك مثلا المشهد اللي كان بين إيدا وديانا حديث كان جدا جميل حوار كان جدا جميل في عمق معين ممكن تاخد منه دروس ممكن تاخد في طريقة ما المسلسل بشكل العام بتلاقي فيه حوارات وهذا الموسم ما كان ناقص من هاي الناحية وكان شيء مميز خلينا نروح على الإيجابية الرابعة واللي ما كانت ظاهرة مية في المية في هذا الموسم ولكن هي خلينا نقول استفتاحية للفيلم المكمل للاحداث ألا وهي شخصية دوك ابنه لا تومس على أنه هو مشهد أو خلينا نقول هو حدث انخلق من العدم في هذا الموسم أنه تومس عنده ولد ولكن شخصية دوك ذات نفسه وتمثيل الممثل صراحة أنا بشوف كان أفضل بمئة مرة من الشخصية الغبية شخصية فن شخصية فن الكتير مستفزة يلي كنا عم نتوقع أنه هو ممكن يعوضنا عن موت جون يعني كنا بنعرف أنه أول موسم والتاني والتالت كانت عنا نحنا تومس وأرثر و جون بعد ما مات جون راح جون ضل عنا فن كانت شخصية غبية ما عوضنا وبالعكس تماما شخصية سيئة إلى أبعد الحدود فأنا شفت شخصية دوك لو عطينا فرصة أكبر بهذا الموسمية طلعت في الحلقة الرابعة مشهد بس من بعيد من دون ما هو يحكي من دون ما شوفت فعليا في الحلقة الخامسة تدخل الأحداث وبالساتسة تدخل أكتر وأكتر فكتبت منه أن يكون من أول حلقة متواجد نستهيكي ناخد منه أكتر وبنفس الوقت أنا حبيت الشخصية حبيت طريقة حكيه حبيت كثير أمور معينة فيه تركيبة الشخصية حبيتها أكيد راح يكون له دور جدا جميل وبالذات بالعداوة مع فين في الفيلم المكمن للأحداث الإيجابية الأخيرة اللي بدنا نحكي عليها هي انتهاء هذا المسلسل كثير كنا خايفين أن المسلسل ينتهي بطريقة غبية ينتهي بطريقة مستفزة وهذا الشيء أنا عاب عاني منه في كتير من المسلسلات وآخر الضربة نفسية كانت لي هي مسلسل ديكستر النهاية الغبية اللي كانت توجوده فإذا كنت خايف أنه مسلسل بيكي بلاندرز يخلص بطريقة سيئة بطريقة ما مكتوبة صح بطريقة لا يستحق مسلسل مثل بيكي بلاندرز هيك نهاية أو توماس على سبيل المثال ينتهي بطريقة ما بتستحق هاي الشخصية ولكن من الإيجابيات والمناسبة هي يعني ذاك الشيء الخارق الحلقة الأخيرة بعرف أنه هي حلقة جدا قوية جدا جبارة على الموسم السيئ اللي كان موجود فعليا أنه حلقة أخيرة كانت جيدة بالنسبة للموسم بس لو كان الموسم قوي فالحلقة الأخيرة كانت تعتبر عادية ولكن بطء الأحداث اللي كان موجود بطء الأحداث اللي كان موجودة الرتم البطيء المطمطة اللي كانت موجودة خلتنا نشوف الحلقة الأخيرة جدا قوية على أنه هي أوكي أنا يعني بعتبرها إيجابية بالنسبة للموسم مو بالنسبة لبيكي بلاندرز اللي نحنا بنعرفه ولكن كموسم سيئ أوكي نهاية كانت جيدة ومعقولة وبالعكس كانت ممتازة بالنسبة للموسم خلينا نروح اللي بقى للسلبيات اللي كانت موجودة عنا في الموسم السادس أول سلبية واللي كان شق منا إيجابي ألا وهي الشخصية بولي أو تدارك المخرج لشخصية بولي أنه هي ما موجودة هون صح خلانا ننسى أنه شخصية بولي ما موجودة ولكن هذا الشيء خلق فوضى في السيناريو اللي موجود عندنا بمعنى آخر الفوضى اللي عم نحكي عليها هو فتح جبهات كتير كتيرة مع عدم تسكيرة في هذا الموسم وفيه احتمال أنه الفيلم مكمل الفيلم الشده يجي كم ساعة يعني ساعة ساعتين ساعتين ونص من المستحيل ساعتين ونص أساسا يخلصوا الأحداث اللي موجودة من الطبيعي ومن الأكيد رح يصير فيه تسريع في الأحداث الشخصيات ما تاخد حقها فكل هذا الشيء اللي عم بيصير بيعود أنه الكركبة والفوضى اللي صارت بعد خروض شخصية بولي من النص طلعت شخصية بولي وبدون يلحقوا الموسم فصار في عنا تسرعة في الكتابة صار في عنا فوضى في الكتابة هذا الشيء قد أنه الموسم تلاقيه شوي بيأسرع شوي بيبطئ لحلقة الأخيرة كانت طيارة كتير على أنه كان ممكن هنا يأخذوا بتحسر في خربطة كتير كتير فهذا السبب السبب الخربطة وبطئة الأحداث أنا بالنسبة إلي بأخذوا ويعود بالأخص لفكرة أنه بولي ما موجودة في السيناريو كان هنا ضروري كتير أنه يضبطوا سيناريو يلائم المسلسل وما كان عندهم الوقت الكافي أنه يعملوا هذا الشيء وانطلاقة من هذه النقطة لازم نروحوا بشكل موسع شوي صغيرة عن الجبهات ياللي مفتحت وما تسكرت بعض الشخصيات اللي ما أخذت حقها على الإطلاق بعض الشخصيات ياللي ما منعرف وينها ما منعرف ليش هي موجودة أساساً أوكي أنا معكم شخصية ألفي طلعت في الحلقة الثانية وطلعت في الحلقة الأخيرة وكان له تأثير في الحلقة الأخيرة ما منقول لا ولكن انت عندك شخصية مثل ألفي يعني أخي الناس كلها بتموت بشخصية ألفي وهو فعلاً ممكن يؤثر على الأحداث ليش باتستخدمه بالطريقة الصح ليش باتدخل ليه في الأحداث الصح شي يكون عن ألفي أعطوني موزلي موزلي ط ولو هيبته ط ولو ط شعبيته في المسلسل ليش ماتذوده من مشاهده الفعالة ليس الفرضية ليس اللي هو متحكم من مرته ومن قبل جاك فعالي يعطيني دور فعالي اللي دور حلو ما هو هذا التهديد اللي قاتتي في الحلقة الأخيرة أنا أش بهمني التهديد اللي صار فعلاً من شخصية موزلي هو كحدث جيد ولكن موزي أكبر من هيك كنت لازم تعطيه أكبر من هيك العم جاك في الحل الأولى عرفوني أنه العم جاك هو تلك الشخصية التي لا تقهر تلك الإنسان يلي كل بيسمع كلامه أنا ما شفت هذا الكلام على الإطلاق في الموسم غير في المشهد اللي كان عبي عذب بيري طب ليش ما عطيته حقه لشخصية العم جاك ممكن تقلولي في الفيلم المكمل بدون يفرجوني يا خياني ليش أشوف طب أنا ليش عبتعرفوني على شخصيات وتقلولي هالشخصيات وتقلولي بدي أفرجيك ياهم في الفيلم المكمل ليش تفرجوني بالفيلم المكمل لا أخي فرجيني في الموسم عقل الشي فرجيني شوي من قوتهم لا تقلولي التعذيب اللي عمله جاك هذا ولا شي وش هتعذيب انت واحد بدك تساويه جاسوس ولا شي هذا ما هي القوة اللي انت ممكن اطلع على توماس يعني أنا ما شفت لنعم جاك عبي يفرض شيء على توماس هاي النقطة كانت مستفزة وفكتة إنه الجبهات اللي بتنفتها البيلي بويز وينهم؟ وين البيلي بويز طيب أنا ما شفتهم أبدا هاي مثلا النقطة من النقاط في كتير أمور لسه تانية كتير كتير بتمنى تكتبوه كمان تحت في الكومنتات نتناقش حوله انفتحت ولسه ما تسكرت وهل مينة ممكن تتسكر في الفيلم المكمل ما بعرف صراحة انت رح يلحقوا ولا لأ إلا إذا صار بقى تسريع 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 وصار رغو يعني رغي في الأحداث ما بعرف لحن نستنى فيلم ونشوف أكيد في النهاية رأيي الأخير عن الموسم السادس هو موسم بلش في الحلقة الأولى كان جدا 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 ممتاز الحلقة الثانية والثالثة والرابعة رتم بطيء لأبعد الحدود جينا بالحلقة الخامسة ارتفع الرتم بالحلقة السادسة الرتم كان قنبلي كنت بتمنى انه تاخدي انت شوي من العشرين دقيقة الزيادة يلي بالحلقة السادسة هاي العشرين دقيقة خده وزع على الحلقة الثانية والثالثة والرابعة وشيل الأشياء المطمطة يلي مالا دعيفة الحلقات وعطيني موسم جدا قوي أنا ما فهمت ليش ثلاثة حلقات كانوا بطيئة بالرتم جدا الأحداث كانت شط ومط جاني في الحلقة الأخيرة عطاني عشرين دقيقة زيادة في حل قدامي أنا حاليا عبشوف الحل قدام ما عب اختراع من راسي يعني هذا اللي عب حكي الكلام اللي عب حكي أنا هلأ ما هو اختراع من راسي إنه والله كان لازم يجيبه كذا يعملو لا العشرين دقيقة من الحلقة الأخيرة خده وزع على الحلقات وانتهى الموضوع عطيني موسم جدا قوي فأنا هاي نقطة اللي كتير زعجتني ما تبقى الإيجابية الحكيان عليهم صراحة شيء جدا قوي ولكن بعض الأمور السلبيات اللي كانت موجودة رح تخليني أعطي هذا الموسم الصراحة سبعة من عشرة ما أحسن عطي أكتر من سبعة من عشرة رح نستنى فيلم أكيده بس يطلعوا أي أخبار وأي شيء أكيد رح تطلعوه عندي في القناة ورح نحكي عنه دائما وعن أخباره هذا كان كشان فيديو اليوم وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك عليه تشتركوه تحت في القناة زي ما يكن تتركينه وتعطوني رأيكم عن الموسم كاملا إيش رأيكم فيه وإيش الشيء الحلو اللي كان فيه وإيش الشيء اللي سيء يعني يعطوني نظرة كاملة برأيكم شخصي عن الموسم هذا كان كشان فيديو اليوم وفيه نقطة أكيد رح أتسأل عنه في الكمنترات أنه رح يكون فيه موسم سابع ولا لا ما حيكون فيه موسم سابع رح يكون فيه فيلم مكمل للأحداث على الرسان الكاتب والمخرج يلي طلعوا بالمقابلة وقالوا أنه رح يكون فيه فيلم مكمل ما هو رسم الموضوع على كلام الكاتب من خلال مقابلة فقط لا غير ممكن نتأكد موضوع ممكن ننتفي إذا بعدين ما منحسن نعطي كلام رسمي 100% هدأ كشان فيديو اليوم شوفكم فيديو جي سلام عليكم